في الطبيعي الأدوار الأخيرة والمرتفعة بتكون أكتر تأثراً بالشمس وبتكون درجة الحرارة فيها مرتفعة جداً ده طبعاً بيخليها نسأل دايماً عن طريقة العزل الصحيحة لأسطح المنازل ده اللقاية من الرطوبة ومن الحرارة مش هنتكلم بس عن عزل أسطح هنتكلم أيضاً عن عزل الحوائط هنتكلم عن الشيشان الخشب والألوميتال كل مصادر الحرارة اللي بقت موجودة جوه بيوتنا إزاي خدنا العمارة بتاعة الغرب وعملناها عندنا رغم أن العمارة اللي كانت عندنا إحنا أصلاً كمصريين كانت بتعالج قصة الحر دي بأساليب ألطف بكتير خلينا نعرف التفاصيل دي من الدكتور دياء الدين إبراهيم وأستاذ العمارة في جامعة عن شمس هيكلمنا عن كل هذه المحاور صباح الخرارة الكفاءة صباح النور وصباح الخرارة أستاذ المشاهدين كلهم بالكامل ونتمنى يوم جميل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الحرارة داخل المنازل هي العنوان الأبرز دلوقتي المسببات بتاعتها من بيوت المصريين عاملة إزاي؟ إحنا عايزين نقول إيه؟ إن أهم حاجة بالنسبة للإنسان لو بنكلم عن الإحتياجات الأساسية المأكل والمسكن يعني أول حاجة المأكل عشان يعيش وبعدين المسكن طبعاً أهم حاجة في المسكن إيه؟ إن يكون موجود في مكان مريح بالنسبة له إحنا عندنا في العلوم وفي الدراسات وفي الحاجات كلها إن في حاجة اسمها الحيز المريح للحرارة إن في درجات حرارة معاناة لما عيش فيها الإنسان ينتج أفضل يعيش أفضل يركز أفضل يبقى مرتاح ينزل يروح الشغل بتاعه هو كويس ما فيش شك إن إحنا عندنا حالياً شكوى كبيرة قوي وخصوصاً في الأدوار العلوية إن الناس بتشتكي من درجات الحرارة عالية جداً وبيرجوع الأمر كله للتغيرات المناخية التغيرات المناخية حقيقة موجودة ولكن مش هي المسبب الرئيس لإحساسهم بالحرارة العالية دي السبب لإحساسهم بالحرارة العالية إن إحنا انصقنا أو مشينا وراء أنظمة بناء غير الأنظمة القديمة بتاعتنا اللي هي كانت موجودة على ألاف السنين تطورت وتركمت الخبرات فيها لغاية ما بقى فيه طريقة للبنى بتحمي الإنسان من الحرارة الخارجية بقينا نستعمل مواد جديدة مش مدروسة حرارياً بقينا وإحنا بنبني لأخوص الله بنبني مخالف ما بنعزلش كويس فيه حتة في الوعي إنه مش عارف هيعزل إزاي السطح بتاعه فيه مواد زمان كانت بتستعمل محلية اختفت دلوقتي والناس ما بقوش يستعملوها وبقوم يستعملوا مواد أخرى للعزل مش متفهبين لها لا زي إيه مثل من قصير حدي أمثلة صغيرة إحنا النهاردة أحد مشاكل أزمات الكهرباء كم التكييفات الجبارة لدخلها جوا البيوت ولو إحنا عايزين نفهم استهلاك الكهرباء عامل إزاي جوا أي شقة سكنية لو فيها تكييف هو قد الإضاءة اللي في البيت كله طيب هو بيستعمل التكييف ليه مش عشان يستريح لأنه هو كان عايز جوا بيت بقت حرارته عالية جدا لو أنا منعت الحرارة العالية دي أنا ممكن أتخلى على التكييف خالص زي بيوت أهلينة كلها القديمة السقف العالي وتفتح من اليمين للشمال وملأة في الهواء والبلكونات الكبيرة والبلكونات الكبيرة والزرع اللي في البلكونات كل ده انت عارف حضاك الكولمن أو الترموس هو ده ما فوش هيتر جواه ما فوش حاجة بتسخنه أو بتسقعه ده هو كل اللي بنعمله ان احنا عندنا غلاف خارجي وفي السطح بتاعه والأرضية بتاعته بتمنع الحرارة من الانتقال من بره الجواه أو العكس حصل طب لو احنا البيوت بتاعتنا وصلنا فيها لده حنتخلى عن 80% من الجلس التكييف اللي موجودة عندنا طب نعمل ايه في الناس اللي ساكنا حاليا هي المشكلة زمان كانت الحطام بتبني بحجر ده كان بيخلي الحرارة تنتقل من بره لجوه من 8 ل 12 ساعة يكون اليوم عدة والليل جه وبقى طراوة بالعكس الدينة تبقى ساعة بالليلي ده يخلهم شوية دفع زي سيوة يعني حتى سيوة نوع التوب المستخدم من درجة الحرارة هناك في مناسبة ده انا هتكلم في سيوة سعبة جدا هتكلم في البيوت الطين المصري حسن فتحي هتكلم في كل بيوت القاهرة القديمة لغاية الأربعينات والستينات اللي كان بتستعمل فيها الحقوقات الحملة طب ده اتطور مع المنتجات حجر اللي هو حجر ايه حجر الجيري اللي بنبدي بيه البيوت القديمة كلها اللي موجودة في مصر كلها وعلى فكرة حتى اللحظة اللي احنا عادين فيها عدد البيوت دي اكبر لان هي مصر القديمة اللي من اول الازل لغاية سنة اربعين وسنة خمسين اللي ما عملنا عن بوض الطوب الاحمر هو المشكلة؟ لا الطوب الاحمر كان كويس بس هو اختفى دلوقتي فيه الطوب الطفلي طوب الاسمنتي الجديد والطوب الاحمر أقل عزلا من الحجر الحرارة بدل ما تنتقل في ثمان ساعات بقت تنتقل في اربع ساعات طب بعد كده الطوب الاحمر ده كنا بنعمل الحيطان الخارجية طوبة خمسة وعشرين سنتي دلوقتي الحاجات التجارية والحاجات السريعة بقت نص طوبة اتناشر سنتي فبقت الحرارة بتعدي من الحيطة دي هوى في ربع ساعة في نص ساعة لو الطوبة كويسة في ساعة فتخيل الباحث داك انه واحد قعد جواب البيوت بتاعه حيز الحرارة الحيوية اللي كان بنا قدمين من اتنين وعشرين لستة وعشرين دي الدرجات الانسان فيها يشتغل كويس جدا ويقدر يتحمل لغاية تمانية وعشرين وثلاثين بسهولة طب هو بيتعرض لإيه ان الخمسة واربعين اللي بره بتدخله في نص ساعة طب نتعامل معها ازاي نفكر في الفكرة الاساسية ازاي نعزل الحيطان من الداخل جيدا علشان تدينا مكان جوا نعرف نعيش في طريقة جميلة ايه الافكار اللي ممكن نعملها في بيوتنا ممكن او الحيطان الخارجية المعرضة للشمس يعني ما يعملش ده في الوجه البحري مالوش اي قيمة ولكن هيحسن الوجهات اللي بتضرب فيها الشمس لو جلدنا الحيطان دي كلها بعلفات يعني عملنا شاسيهات كده خشب رفايع وسيبنا هواة 2 سنطي فقط او 3 سنطي وجلدناها بجيبسون بورد الواح جيبسون بورد ده هيبقى عزل رائع كأنك حاولت الشقة زي الكولمان بالظبط ودي تكلفة مش عالية قوي لانه تبقى الحيطان الخارجية فقط متجوى الشقة ماليش ده عبرش عشان مشوهش بره بالظبط طبعا الحاجات اللي مش متشطبة من بره دي بتدخل عزل اكتر يعني احنا لازم عندنا حملة غير الحملة البصرية عشان نحسن وجه المدينة ان اي حاجة طوب احمر مكشوفة يفضل انها ايه تتشطب طب لو انا في الريف تتليس عارف الطين اللي بيليسوا بيه كانوا زمان ده من افضل العوازل الحرارية على الاطلاق وحنتكلم عليه دلوقتي نقدر نستعمله في ايه يبقى انا كده عزلت الحيطان الخارجية ايه تاني اكبر مصدر للشمس المباشرة الشمبيك احنا حصل عندنا تحول في العمارة كبير قوي في مصر ان احنا استوردنا حاجات من اوروبا ومن العالم اللي يعيش في شمال شمال القرى الارضية هم عندهم هناك الدنيا برد فكل نظريات العمارة وكل افكارهم ازاي دخلوا اكبر شمس ممكنة وحتى في بلد ما فيه اجهزة تبريد فيه اجهزة تكييف للتسخين فقط تدفئة فقط تدفئة فقط طب هم بيعملوا ايه كل تصميماتهم وجهات كبيرة جدا ازاز تسمح بدخول الشمس والحرارة والناس تبقى قاعدة لانها قاعدة جوة بنسميها بقى ايه صوبة زجاجية اهو احنا شايفين الشباك الخشب احنا بقى عندنا الاصلي الاصلي ايه احنا كنا بنحط شباك خشب الشمس بتخبط فيه يسمح بدخول الهوى ومايدخلش الشمس فما فيش اشعة يدخل ده الغربي اللي احنا بتكلم عليه ده ده شطر الشطر ده شطر الابونيوم احنا بديكلمه عن المعالجات ممكن تباين اه اللي هيركب شيش خشب هيحمي نفسه من شمس كتيرة اللي هيركب الشطر اللي احنا شايفينه ده نشوف المبنى ده فيه شمابيكا هي الامونيوم فقط وده منتشر بشكل كبير ده بيدخل تقريبا 40% متطاقة الشمسية بالفتحة الصغيرة دي متطاقة الحرارية جوه البيت لو انا ركبت شطر زي ده من بره عشان ما شويهش الوجهة لمبنى قائم حاليا ده حيمنع ال40% دول فحيخفض الحملة الحراري او الحرارة اللي جوه البيت يعني ده معمولة غرب بس هيمنع الحرارة يا فندم يعني ممكن ممكن يعني الخشب الى حد ما بيكسر حدة الشمس حتى لدخلة لكن الشطر هيقدر يكسر الحدة دي بره ايوة لسبب بسيط ان ما بين الشطر والالامونيوم فيه 5 سنطي هوا عزل هوا هيبقى نفس فكرة الترمز بالزبط هي دي الافكار ان لو انا حميت الحطان وحميت الشبابيك حبقى انا حافظت على الحرارة الداخلية من الشمس اللي بره اطول فترة ممكنة طب الاسطح العلوية بقى وده مصدر كبير جدا في الادوار العلوية للحرارة حنقول بقى على طرق كتير جدا للعزل ابسط طريقة لو انا عندي سطح مبلط خلصان في عندنا مواد اسمها سيليكا مع اسمانت ابيض لو الناس خلطته ده موجود عند اي حد بيبيع مواد بنا وده هم بيس سطح هو ده باللون ابيض ده ده فوم ده اللي معروض هنا الواح فوم اللي قبليه ده كان السيليكا لكن فيه سوق ايوة دي ده السيليكا بالاسمانت الابيض بالفيرموكليت مواد كلها مضادة للحرارة وده دهام بيتعمل برولة بسيطة وينفع على المواطن يعمله بنفسه الساكن يقدر يعمله بنفسه او يجيب صناعي بسيط يعملهوله هنا احنا بدينا اعمل ايه كل اللون بقى ابيض مش رمادي هو عكس الحرارة صح فانا خففتلي كده هوت خمس درجات حرارة السيليكا نفسها فيها فومينج او فيها حاجة زي يعني انا دهانت بس بالضبط طبقة 3 ا4 ملي الطبقة 3 ا4 ملي دي حضاك تخيل لو انا حطت بشمع فوق ايدي ينفع امسك حلة سخنة او لا اقدر بالجوانط الحراري تخيلنا كنت عامل جوانط حراري للسطح مع حل بسيط جدا التكلفة بتاعته تكلفة مش باهزة طب ايه اللي ارقى من ده شوية بعد كده الالواح الزرق اللي احنا شفناها في الصورة اللي قبل كده دي الواح من الفوم ممكن قوي تشترى من اي مكان بيبيع مواب بنا ويطلع الساكن يلزقها يرسها على السطح دي اغلى واقوى دي اغلى واكتر مقاومة الحرارة واكتر مقاومة الحرارة دي ممكن الفوم ده بقى درجات 2 سنطي و 5 سنطي و 7 سنطي و 10 سنطي العشرة سنطي ده والالماني والتركي والصين والكلام ده بالزبط يعني العشرة سنطي دي هتخلل بيت بتاعه مع زول عزل اتام الخمسة سنطي ملأمة جدا الاتنين سنطي هتبقى معقولة ده الحد الأدنى لكن احب اقول للسادة المشاهدين ايه ومنتبهين للحتة دي ان خدوا بالكم ده لونه ايه واسمه ايه لونه ازرق واسمه فوم فيه ناس بتعمل خطأ كبير قوي انها بتجيب الستايروبور اللي هو بيحطه فيه الاجهزة الكهربائية اللي لونه ابيض ويحطوه هو هيعزل حرارة ولكن مشكلته انه بيمتصر رطوبة وبعد كده بيعفن فبيطلع رواقح مش ملأمة جدا وينقل امراض وفي نفس الوقت سريع الاشتعال الفوم ده مفروض انه هو مش بياشتعال لما بتجيله حرارة بينكمش الفوم ده طبعا بيفضل انهم يحطوا طبقة فوق منه اسمنتية بسيطة خالص يحموا بيها طب الفوم ده اللي وانا عملته وعزلت الحطان الخارجية خلاص تخيل ان احضلك فتح البيت بتاعك بالليل فتح الشبابيك بتاعتك درجة الحرارة بالليل عندنا في القاهرة هنا امبارح تمانية وعشرين فبقت درجة حرارة البيت من جواه كلها كم تمانية وعشرين ونمت على كده وقمت مقفل الشيشان بتاعتك الصبح في فترة الاجهاد من بعد الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح قفلت الشيشان بتاعتك لو هي خشب هي بتدخل نور ما بتدخلش ضوء شمس مباشر اعدي الفترة بتاعت الاجهاد الحرارة الكبيرة اول هي لغاية اتنين الضهر حبقى جوا فراغ لو شغلت تكيف مش شغل كل التكيفات ولو شغلت التكيفة شغلوا درجة حرارة ليلة يعني هيشتغل على 26 في مواد يا فاندم بتحبس الحرارة يعني مش فكرة انه حرارة الشمس دخلت جوا البيت دلوقتي الجو مثلا درجة الحرارة مرتفعة فاشعة الشمس دخلت البيت فجو بالفعل حر ومتصت الحرارة لكن هل في مواد ممكن تحتفظ بالحرارة؟ ده سؤال جميل جدا 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 هو بالفعل في مواد تحتفظ بالحرارة وبرضو لو رجعنا القديم ايه؟ كل المواد الصلدة ومواد الديكور اللي معمولة من حاجات صناعية ستيل اللي ستيل كله بالكامل الحاجات اللي معمولة بكسافات عالية وبعض التجاليد للرخام لو نزل عليها شمس مباشرة تحتفظ بالحرارة طب زمان بيوتنا كلها كانت ايه؟ في البيوت القديمة الواح حشب دي طبيعية بتمتص الطاقة السلبية من الجسم بتمتص أي طاقة سلبية الموجات الكهرومغانتسية اللي جواه المكان بتعزي الحرارة عزلي جيد لا تحتفظ بالحرارة اللي بتنزل عليها ده الحرارة بتتكلم عن القرارة القديمة حتى الآن البيوت دي موجودة اللي هي لو بصت عليها من بره ستلاقي أوايم الخشب موجودة كده لو الواحد عند جده أو عند جدته في البيت سيلاقي الأوايم دي ويلاقي الألواح دي ويلاقيها رائعة وسؤال بقى ونمط العمارة كمان كان السقف فيه عالي طبعا ده واحد اتنين البلكونة واسعة زي ما قالت جمانا الزرع موجود في ممر هوى دايما موجود يعني فيه شباك في الأول وفي شباك في الآخر فبيسمح بورور الهوى الحلول السهلة دي ليه بعدنا عنها عايزة نرجع نركز عليها يبقى فيه برامج توعيزة لحظاتكم بتعملوها شاهدوا ستاة جمانا بتسأل أسئلة على فكرة هي جواه معمارية صغيرة شايف حت البلكونت اللي بتتكلم عليها اهم حاجة فيها مش الناس وقفة في الهوى بس لا البلكونة دي عبارة عن شيد للي تحتها عبارة عن مضلة ما بتدخلش الشمس على الحيطة اللي تحتها يعني الوجهات الجنوبية لو عملنا فيها مزلط مايجيش شمس خالص على الحيطة لأن زاوية الشمس تصف تسعين درجة تسعة وتمانين درجة احنا في الوقت العمارة بقيت كلها بز واحد كده شايف البروجات دي دي مهمة جدا جدا ترمي الإزلاط دوت طب حكاية السقف العالي هو الهوى السخن بيطلع فوق والهوى السائع تحت لما السقف بيعله كل الهوى السخن اللي جواه القوضة هيطلع في الميتر دوار اللي موجود عند جدودنا في الصعيد لغاية دلوقتي ودرجات الحرارة في الصعيد عالي جدا ما بتحسش فيه بأي إيجاد حراري رغم أن مش مفيش تكيف ولا حاجة عشان مجموعة من العوامل الشن خشب الحطام معمولة من الطين أو من الحجر العريض ما بيدخلش الحرارة السقف العالي بيخلي الهوى السخن اللي جواه القوضة يطلع في التلت الفؤاني ويبقى الناس عادة في وسط حراري جميل جدا جدا مش محتاج أنك انت لو شغلت مروحة صغيرة خلاص مروحة سقفة كفيلة بكل اللي انت بجوله طب الناس اللي ما عندهاش فلوس تجيب سلكة أو تعمل عزل بتاع الفون دوت تعمل ايه؟ فيه أفكار كتيرة جدا عارف حدك أزائز الميا اللي بنستعملها المعدنية لو احنا جبناها كلها بالكامل وقفلناها كويس ورصناها جنب بعض دي حلول بقى بتعمل في دول شرق آسيا بدائي حول بدائي لو رصناها على السطح هيبقى كل ساكن بقى عنده هدف بقى يشرب مياه ويجيب أزائز ويحطها ويحفق حتى نحفز على البيئة ويقوم حاطط على الكلام ده طبقة اسمنتية صغيرة ده هيعمل ايه؟ عزل عزل حراري 10 سنتي هوى وببلاش وببلاش بحاجة رخيصة جدا طب لو جب أزائز بس رصها جنب بعض واقفة حتى لو أحطش عليها مونة وأحكمها عشان الهوى والحاجات هتعمل عزل حراري جيد طب لو حد عنده حاجة بس برضو لازم دايما يعمل فضية ما فيهاش مياه فضية هي لو فيها مياه هتنقل الحرارة صح بالحمل زي ما بنسخل حلت مياه تفضل تسخن تسخن بالعكس تعمل نتيجة عكسية تحتفظ بالحرارة وما طلحاش وتنزلها لهم بالليل زي البحر والبحر بيفضل يسحب المية والتحرارة قملك معمارية احنا بنقول كل إنسان بيتولد جواه معمارية بس فيه أحد بيتولد جواه معمارية واضح عندي الممارية والتالي الممارية كبير قوي وده بيقود دائما لأنه عنده رؤية وفيجين كبيرة قوي للبنا والتعمير والحاجات دي كلها البلتات اللي بنحط عليها الورقة أو بنحط عليها المخازن اللي بتيجي علينا الحاجات في المواني بلتات الخشب القديمة لو جبنا بلتات الخشب القديمة دي رصناها على الأسطح هتعمل عزل بس لازم ناخد بالنا أن ما تنزلش مياه وسطها أو تملى السطح يكون فيه تصريف جيد بل أن البلتات دي هتعمل عزل والهوى جواه هيتحرك لأنها عبارة عن قطعة خشب بعيدة عن بعضها كل الحلول دي حلول نقدر أن نعملها بطرق جيدة ده في الإنشاء أو لو أنا سكن في بيت بالفعل محتاج أن أنا أعزله طب بالنسبة للأجهزة اللي بنركبها في بيوتنا ناخد بالنا بنقية لا التكيفات طب أنا قاعد جوا بيت ومش نوع أجلد الحيطة والسطح عندي أنا عزوله ومش نوع ألمسه أعمل إيه عشان أوفر لازم وأنا بركب التكيفات أنا كساكن بقى أخد بالي من بعض الحاجات محطش المروحة بتاعت التكيف قدام الباب لازم وأنا بركيها في القوضة يبقى التكيف ده مروحته جوا القوضة ومتوجهها نحية حيطان مش نحية الأبواب ليه؟ لأن مع كل فتحة باب كمية الهواء اللي خارجها من مروحة التكيف هتخرج جوا الطرق وجوا الحتة اللي غير مستغلة يبقى اختيار مكان جهاز التكيف بيأثر في استهلاكه من 15 ل 25% متخان الرقم صحيح ده لازم ناخد بالنا منه صحيح وي حلول كتير وأعتقد جدودنا كانوا هم الأفضل في داء وسابقين بسحنا اللي روحنا للغرب أنا أشكرك يا دكتور ودكتور دياد دين إبريم وإستاذ العمارة في جامعة النشامس نوارنا وشرفنا وتكلم عن كل هذه الحلول شكرا جزيلا أنا أشكرك جزيلا وبحيي الجمهور وبقولهم إن شاء الله يومكم جميل ويبقى درجة الحرفية أحلى وألطف والعوش جزيلا وبحييي جميلة بإذن الله شكرا 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 شكرا